ها هي إذا المساعي الدبلوماسية الجزائرية تكلل بالنجاح الكيان الصهيوني خارج الاتحاد الافريقي رسمياً بعد محاولات حثيثة لاختراقه القمة الافريقية المنعاقدة الأحد بأدي سبابا تدعم رسمياً توجه الجزائر الرافض لتوجد الاحتلال الإسرائيلي في أروقة الاتحاد وتقرر إلغاء قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى الفقي منحه صفة عضو مراقب الجزائر قادت جهوداً كبيرة داخل أروقة الاتحاد الافريقي ودخلت في اتصالات ماراتونية مع مختلف المسؤولين الأفريقى من أجل تصحيح الوضع وقطع الطريق أمام إدخال الكيان الغاصب إلى المنظمة الافريقية وهذا منذ اليوم الأول لإعلان مفوضية الاتحاد الافريقي قراره المفاجأ دون أي استشارة مسبقة بما ينسجم مع مواقفها الداعمة للشرعية الدولية والدفاع عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها على رأسها الشعب الفلسطيني لتتولى بعدها ردود فعل الدول الافريقية الغاضبة والرافضة لقرار موسى الفقي لتثبت الجزائر مرة أخرى أنها وفية لمبادئها الراسخة في دعم الشعوب المستعمرة بالفعل لا بالقول في الوقت الذي يتشدق فيه المغرب في خطاباته بإسطوانة التطبيع مع الكيان الصهيونية من أجل إيجاد حل عادل وداعم للقضية الفلسطينية وهو لا يتوانى في التهليل لمنح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي بل كانت الرباطة الدولة العربية الوحيدة التي دعمت قرار موسى الفقي هذا وتجر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم سبعة رؤساء دول إفريقية من بينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الافريقي لترسم القرار وطرد الكيان الإسرائيلي نهائيا من الاتحاد الافريقي